أجرى الرئيس عبدالفتح السيسي اتصلا هاتفيا مع رئيس جمهورية سربيا أليكساندر فوتيتش وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي هانا الرئيس السربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن العلاقات التاريخية ممتدة بين مصر وسربيا خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز وتطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين إلى جانب زيادة معدلات التبدل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادية وتناول الاتصال سبلات عزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب التعاون في مجال السياحة فضلا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد الرئيس السربي الحرص على استمرار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين وتطلع لتطوير وتعزيز علاقات السربي مع مصر فضل دورها المحورية بقيادة الرئيس أسيسي لإرساء دعامي الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقرأة الإفريقية وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في يقافي خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا